ما نسبقش الأحداث ولكن الإعلام السعودي سبق الأحداث أفارس الإعلام السعودي سبق الأحداث لأن النادي الأهلي جزء من الحدث وإذا تواجد النادي الأهلي في قلب أي حدث فتحول الموضوع لاهتمام جماهيري لاهتمام إعلامي لاهتمام دايماً بيصل للجماهير وبيكون فيه شكل من أشكال الإصارة والتحديات واللي دايماً اللي بنقول إن فيها متعة وإحنا جماعة بناخد الأمور بهدوء جداً مع أشقاء بنحترمهم الأمور في إطار منفسة كروية فعشان كده نسمع الإعلامي وليد فراج ألي عن المواجهة المرتقبة ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السعودي في كأس العام الأندي طب بالنسبة للمشاهد الأولاني اللي كان جمهور النادي الأهلي المصري اللي كان يتكلم على مباراة الاتحاد لازم يركز في أكلاد أتفق معاك اتحاد لا أيوة يركز على أكلاد بس حكاية أن تصير زي حكاية لا 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 أخد بالك الاتحاد كعب وعال تاريخ ونرجع نشوف التاريخ يا تاريخ فين التاريخ شوف تتفرج عن نتائج الأهلي مع الاتحاد السعودي أي أخ ماما أتوب لا يوم 15 ديسمبر إذا عدى الاتحاد أخلي حط لك عنوان عارف يش هو كفاية حرام كفاية بس بالسعودي عاد ما رح تكون بالمصري كثرت قصة الامبارات الهلال والأهلي شوف خليك واثق الأهلي المصري لم يكن ليستطيع أن يفوز على الهلال إلا لأن الهلال عنده تسع لعيبة لكن تلعب مع الهلال 11 ب11 أشك ننتيجة دي تحدث عمو من ألف مبروك والكرة فوز وخسارة خليك فرش نحن في رحلة هذا ما يعرف بمضاعفات نب الستر يعني نب الستر وعايزين الستر دي مضحفاتها لأن للأمانة يعني أول الاتحاد تاريخيا كان عنده كمان مواجهة في كاس العامل الاندية مع النادي الأهلي حتى خلينا في إطار البطولة اللي حنواجه الاتحاد فيها وتفوق على فريق منو الجزئة وقتها ولكن أيضا النادي الأهلي أظهر معدن قوي جدا في بطولة كاس العامل الاندية مع نادي الهلال السعودي وأنا يا جماعة عايز أقول لكم حاجة هو الإعلامي وليد فراجي المتابع ليه حتلاقي كتير جدا من وقت جمهور الهلال بيهدمه وقت جمهور الاتحاد وهكذا والنص هو دايما يحب إصارة الجدل وبيحب دايما النوع ده من الإعلام اللي فيه نوع من التحديات وزي ما قال لك خليك فرش ولكن إحنا فرش جدا إحنا النادي الأهلي عنده من التاريخ اللي يخليه ومن السمات الشخصية اللي يتخليه داخل أي مباراة وهو عنده ثقة النادي الأهلي البعض بيغفل كتير جدا من أمور ما قيلة في الأمور الخاصة بالأمور اللي هي يعني حماسية وكل ده كلام أنا شايف أن كل حد بيتمنى فرقته تكون أقوى وبيحاول يظهر أن هي أقوى لكن الأمور العملية ليس بحقيقة يعني إذا تحدثنا عن مواجهة النادي الأهلي مع الاتحاد قبل كده أنا نفسي قلتلكوا عليه ولكن النادي الأهلي تجاوز الهلال لأن النادي الأهلي كان الهلال بيلعب بتسع لعبين فقط هذا كلام ليس صحيح بالمرة لأن التاريخ موجود قدامنا النادي الأهلي يا جماعة كان رايح بطولة ليس كل ما يعرف يقال النادي الأهلي راح بطولة هو الفريق الوحيد اللي عنده هذا النوع من الارتباك راح بلعبين بدون لعبين آخرين بدأنا مباراة منتريه كان معانا علي لطف حارس مرمى وغياب الدوليين اللي موجودين مع المنتخب عن النادي الأهلي وقدرنا نتجاوز منتريه قابلنا نادي الاتحاد يا أستاذ وليد فراج ما حصلش ان احنا تجاوزنا الاتحاد عشان كن الاتحاد تسع لعبين الهلال الهلال النادي الأهلي مسجل في مرمى الهلال في اول 8 دقايق هدف ياسر ابراني ديال 6 واحنا عندنا 11 ضد 11 ثم حصل طرد فالنادي الأهلي تقدم ثم حصل الطرد التاني فاحنا بنتكلم عن ان النادي الأهلي في هذه المواجهة ما كانش بيتقدم نتيجة ان الامور كانت تسع لعبين قصاد 11 لعب ده ما حصلش ابدا النادي الأهلي كان تفوقه من اللحظة الاولى وانا اعتقد ان النادي الأهلي كان رحيما جدا وانا بحط تحتها 1000 خط في الاكتفاء بربعية ولو اراد النادي الأهلي ان هو يزيد هذه الربعية كان يقدر يعمل ده بسهولة قصاد فريق 3 اضعاف القيمة التسوقية للنادي الأهلي وقتها فاذا الامور ليست بقيمة التسوقية وافتكر كويس ان الاهلي السعودي لسه في الدور السعودي خسران بخماسية امام فريق ليس هو الاهلي المصري بكل تاريخه وعظمته وقوته وجيناته فريق اخر في الدور السعودي له كل الاحترام ولكن ما بالك النادي الأهلي المصري فشيء واوعى في لحظة تأمن قوة النادي الأهلي وتأمن النادي الأهلي لان النادي الأهلي قادر في اي وقت ان هو يكرر ما حدث مع الهلال امام اي فريق هو الحقيقة يمكن النادي الأهلي كان رحيما ويمكن ربما البعض من احتياطين النادي الأهلي كانوا متابعين ما يحدث على تويتر وبلغوا اللعبين في أرض الملعب نظرا لسهولة المباراة اللي كانت على تحديد مدلية المركز الثالث واستجاب لعبي النادي الأهلي اللي هاشتاج نبي الساتر اللي ظهر ما بين الشوطين فدي كانت استجابة من لعبي النادي الأهلي والأستاذ وليد الفراج أعلم بيك في الآله خط أحمر فهتبقى الجيم صعب جدا ومنتظرين أراءك القادمة ولكن أهلم بيك في الآله خط أحمر اللي دايما هيفكرك إنه وإنت بتتكلم خد بالك من كلامك وابحس وركز وإعرف أنت قلت إيه في السابق قبل ما تبدأ تقول أي بوم أتوب تعال شوف الفيديو اللي انت تكلمت فيه عن مباراة الأهلي والهلال السعودي رحنا للانبارات الثالث والرابع واللي جمعت الهلال السعودي والأهلي المصري والتي انتهت بنتيجة قياسية فوز الأهلي المصري بأربع أهداف مقابل لشيء الكورة فيها فوز وخسارة لكن لما تلعب مع نص الأهلي نص الأهلي يعني الأهلي كان يعني زي اللي دخل مباراة ملاكمة وفي إيد وجبس يعني بيد واحدة شغال أعد لك عدد اللاعبين اللي غابوا اليوم عن المباراة من الأهلي المصري عشان قبل ما أحد يجي يتكلم عن الغيابات اللي كانت موجودة بالهلال الآلي غايب عنه محمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بنون وبيرسي تاو وصلاح محسن وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن وأحمد نبيل كوكل اللي صابه وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة للإيقاف فبالتالي يبدو أن القائمة هذه شافها جاردين مدرب الهلال قال يعني نلعب معهم بتدوير هو على أساس أنه قاعد يلعب طيب من مباراة قوية يلعب مع فريق متأخر في الدوري فقال لك أعمل تدوير الرقم التاريخي الرقم التاريخي كيف في أندية الهزيمة بواحد زي عشرة ما تفرق معهم وفي أندية لا إذا خسر المباراة ما أعطيك ريكورد تاريخي ما أعطيك رقم ما أخلي في التاريخ أنك تسجل لك هذه النتيجة التاريخية ألف مبروك للأهل المصري نادي عظيم ولاعبين عظيمين ويلعبون بروح وبقتالية وبجدية ما تلاقي واحد يتراغل في الملعب لاعبين عندهم طموح ورغبة وإخلاص قوي جدا لقميصهم أنت متخيل لو كانت الصورة عكسية لو كان الأهل المصري انهزم انطرد مننا لاعبين هل تعتقد أن اللاعبين الأهلي لن يقاتل اللحظة الأخيرة عشان النتيجة ما تعلها والله حسافة شيء مؤلم ما نقلل من الأهل المصري نادي عظيم وألف مبروك وتستاهلون وإذا كان الأهل المصري ما يكون هو ثالث العالم من يكون ما تذلني عشان الأربعة يا عم ما مرضو دعلك ما دين أساس اللانديا السعودية دايما تغلب اللانديا المصرية يعني ما مرة يعني مرة مرة وإن كنت ناسي أفكرك ده كان كلامك ما كانش أي كلام مرتبط بالطرد ده بالعكس أنت قلت أنت عايش تقولي لو الأهل المصري الملاكم اللي كان مجبس دراعه وبيلعب بدراعه واحدة وذكرت الغيابات اللي كانت تتخطى خمسين في المئة من قوة النادي الآلي بل أكثر لو تكلمنا عن القيمة الفنية في الوقت ده لمحمد الشناوي أكرم توفيق بدري بنون أنت كده نزعت كمان أيمن أشرف نزعت خط الدفاع بالكامل لما تتكلم عن أفشا وقتها صانع الألعاب لما تتكلم عن بير سيتاو بتتكلم عن فعلا ما يتخطى خمسين ستين في المئة من قوة الآلي الفنية في هذا التوقيت ومع ذلك أنت ذكرت أن لو الأهل كان بلعب تسع لعبين كان هو يقاتل لحد آخر دقيقة أنت بنفسك قلت أن النتيجة كبيرة ويمكن شفنا قد إيه لعبي النادي الآلي كانوا حرصين جدا على الحفاظ على مشاعر جماهير الهلال السعودي باركت للنادي الآلي العظيم وإن شاء الله نتمنى وإحنا موجودين في الآلي خط أحمر آئن كان مين منافس النادي الآلي في كأس العالم أن داع تبارك للنادي الآلي وتقول إذا ما كانش النادي الآلي يصل للدور النصف النهائي مين يصل بالتأكيد المباراة بتحمل كل شيء ممكن يكون فائز ويمكن يكون خاسر فريق النادي الآلي لكن ثقاتنا كبيرة في لعبي النادي الآلي ثقاتنا كبيرة في الجهاز الفني أنهم يتخطوا الفريق المرشح لمواجهة النادي الآلي سواء أوكلاند سيتي أو التحجد بالمناسبة عايز أقولك أن البطولة اللي فاتت الأهلي بدأ بأوكلاند سيتي فاز بسلسية نظيفة أعتقد يعني التحجد أمامه فرصة كويسة جدا جدا لملاقات النادي الآلي ثالث عالم الأندية أكثر من مرة وإحنا منتظرينك في الأهلي خطة أحمر خد بالك بعد كده لما تيجي تقول كلام اعرف أن فيه برنامج هيفكرك باللي فات واللي مضى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر